ردنا على ما جاء بكلمة الأمير زيد بن رعد بن الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جينيف تؤكد وزارة خارجية مملكة البحرين أن بعض ما جاء في بيان المفوض السامي مرفوض جملة وتفصيلة كونه يعد تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية إضافة إلى أنه يتنافى تماما مع الواقع ويتناقض مطلقا مع الحقائق التي تؤكد أن مملكة البحرين أرست نموذجا يحتذا في مجال احترام وتعزيز كافة حقوق الإنسان وعبر مختلف الأليات والأطر التي تم استحداثها والتي تضمن توفير هذه الحقوق لجميع المواطنين وتسعى دوما للتعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية وإنجاز المبادرات وتنفيذ البرامج المختلفة التي تؤدي إلى حماية وترسيخ حقوق الإنسان وتؤكد وزارة الخارجية أن حرية الرأي والتعبير مكفولة وركيزة مهمة من ركائز نهضة المملكة وتستند إلى تشريعات وقوانين وأنظمة متطورة تدفع بها دائما إلى مراحل متقدمة وآفاق رحبة ضمن ضوابط مهنية ومعايير أخلاقية ووفق المواثيق الإعلامية المتبعة دوليا وتشدد وزارة الخارجية على تمتع السلطة القضائية بأعلى درجات الاستقلالية والنزاهة والشفافية وتوفير كافة الضمانات التي تقيم العدل وتفرض المساواة وتؤدي إلى تكافؤ الفرص وتحافظ على حقوق المواطنين ومكتسباته التي نص عليها الدستور وكفلتها القوانين من أجل حماية المجتمع من العنف والأعمال الإرهابية وتطالب وزارة الخارجية بضرورة الالتزام بالموضوعية والحياد وتقص الحقائق بدقة متناهية وبشمولية وافية بعيدا عن الأهواء الذاتية ودون تسييس للقضايا وذلك إعلاء للحقيقة وضمانا للمصداقية هذا وقد ألقى سعدة السفير يوسف عبد الكريم بوشيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف كلمة المملكة خلال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان أكد فيها أن تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان جاءت في التوقيت الخاطئ وتجهلت التعاون القائم بين مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واتفاق التفاهم بينهما حول برنامج التعاون التقني وبناء القدرات لهذا العام باعتباره مبادرة إيجابية نحو مزيد من التعاون والشراكة في تعزيز أليات حقوق الإنسان وتدعيم المجتمع المدني وتفعيل حرية الرأي والتعبير المسؤولة وتعزيز عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس وأشار إلى أن هذه التصريحات وما تحمله من عنوين معاد تكرارها وتدويرها شكلا ومضمونا لا تخدم مطلقا الجهود الحثيثة المبذولة في مجال حقوق الإنسان في المملكة وتفرض ضرورة بذل جهد أكبر من قبل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لفهم واقع حقوق الإنسان والتحديات الجمّة التي تواجهها المملكة وتقص المعلومات على نحو أكثر دقة واستقائها من مصادر محايدة وموضوعية وغير مسيسة وجدد سعادة السفير يوسف عبد الكريم بوتشيري التزام مملكة البحرين التام بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وصيانة حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق بما يكفل الأمن والطمأنينة لجميع المواطنين وحرصها على التعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية للعمل على حماية وترسيخ حقوق الإنسان وشدد على أنه لا يمكن التغاضي عن تطبيق القانون على أي فرد مهما كان انتماؤه السياسي أو نشاطه الاجتماعي فليس هناك من هو فوق القانون ومن غير المقبول أيضا التشكيك في نزاهة واستقلالية القضاء أو التعليق على أحكامه كما أن فضاءات الحوارات الوطنية في المسائل المتعلقة بتطوير الحياة السياسية بين مختلف أطياف المجتمع والمشاركة فيها ستظل شأنا وطنيا خالصا وليس من اختصاص هذا المحفل مناقشته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر